ازايكم عاملين ايه؟ معاكم يسر عامر والنهاردة عندنا البني البني من الاكلات اللي مش بتعمل كتير في بيتنا بس لما بعملها بحب عاملها الطريقة مميزة وبتدبيرة حلوة جدا وكمان قليها الطريقة صحية علشان خاطر تبقى خفيفة يلا بينا نبدأ مع وعد الفيديو بس بتنسوش قبل ما نبدأ تشتركوا في القناة واتفعلوا القرارات عشان يوصل لكم كل افكارنا وفيديوهاتنا ويلا بينا نشوف هنحتاج ايه مع بعض محتاجين نص كيلو من الفراخ الفلي ومعلقتين كبار من الصياسوس معلقتين كبار من عصير عصير لموندين كبار ومعلقتين كبار من البربكي معلقة صغيرة من البصل البودرة والتوم البودرة نص معلقة صغيرة زنجبيل بودرة ومعلقة صغيرة من البابركة وملح وفلفل ودلوقتي اول حاجة هنعملها ان احنا نخلط التدبيلة مع بعض معلقتين كبار من الصياسوس وعليهم عصير لموندين وعليهم علاقتين كبار من البربكيو سوس ويعط منيهم الملح والفلفل والبابريكا والزنجبيل والبصل البودرة والطوم البودرة وهقلبهم كلهم كويس قوي مع بعض ودي التدبيلة بتاعتي لهتابل بيها الفراخ الفلي انا ما بحبش اعمل الفلي بالطريقة التقليدية خالص اللي هي البصل والملح والفلفل ولا خالص التدبيلة دي بتدي طعم مميز جدا جدا للفلي بجد يا جماعة هتحس ان انتو بتاكلوا حاجة تانية مختلفة عن البني اللي احنا متعودين عليه اتدبيلها بقى كويس اوي واخليها تشرب كويس من التدبيلة واسبها في التدبيلة دي ساعتين يفضل ان اسبها ساعتين لو مستعجلة ممكن اعملها على طول بس لو سبتها يكون احسن هنا بقى هعمل التغليفة بتاعتي معي طبق فيه بطين وشوية لبن صغيرين هضربهم في بعض وطبق تاني فيه بقسمات وطبق فيه مية ايوة عشان اوريكوا طريقة كويسة اوي اول عامل التغليفة بحيث تمسك عليها وما تقعش انا هنا هنزل اول في البيض واللبن وبعدين هبدأ اني انا اغلفها بالبقسمات باليد التانية وعايز اقول لكم يا جماعة اوعد حطوا اي توابل ولا حتى ملح وفلفل على البيض واللبن او حتى على البقسمات انتو مش محتاجين تزاودوا اي حاجة ولا فيجيتار ولا كل الكلام ده ولا كل الخلاطات دي انتو مع التدبيلة دي مش محتاجين تضيفوا اي حاجة خالص على التغليفة بتاعتكو لان البقسمات هيبقى واخد من الطعم ده انا دلوقتي خدت الفليو ونزلته بسرعة في المية وطلعته على طول ورجعته البقسمات تاني وبضغط عليه كويس اوي اوي عشان اعمل طبقة سميكة كويسة من التغليفة بس يعني بنزله وطلعه على طول مش بخليه اه يعد في المية سانية انا جربتها ممكن ارجعها في البدو اللبن ونرجعها البقسمات تاني بس انا جربتها بالمية دي وعجبتني ولقيت نتيجة كويسة اهو انا هنا برش عليها بالزيت اه بالبخاخة بتاعت الزيت زي ما انتو شايفين هي تقريبا كل واحدة بتاخد معلقة من الزيت كفاية جدا وانا عندي هنا مسخناها اه ومجهزاها علشان احط فيها الفراخ بتاعتي بس طبعا لو حد مش عنده ايرفراير دي انا هقولكو دلوقتي ممكن يعمل ايه بديل ليها علشان خاطر برضو يقليها بطريقة صحية وتكون خفيفة وكويسة وجميلة عندي بقى البديل الصحي اللي هي الصينية سيليكون دي جميلة قوي دي يليها بروس كده عشان احط عليها الاكل وتنصفي الزيت بتاعها في الصينية انا هجرب معاكو قطعتين والفرن سخني جدا قبل ما دخل الصينية في الفرن وهسيبها كده ونشوف البديل التالت برضو الصينية دي من الحاجات الكويسة جدا في القلي السمك او البنية هي مش كويسة في البطاطس بصراحة بس في السمك والبنية كويسة اوي انا يعني دايما بعمل كمان فيها البطاطة عشان كده العسل بتاع البطاطة معلم فيها لكن بتبقى كويسة للبنية برضو زي ما انتو شايفين دي في اليرفراير يمكن ده كمان الزيت فيها زيت شوية عشان كده ظاهر على الوش معايا بس طلع دهبي ولونها جميل جدا وطرية وجوسي والزي ما قلتلكم التدبيلة فيها بتبقى تحفة جدا بحط بقى ويكون ضفعة تانية او اه حبة كمان علشان خاطر يستو وهواريه للكو برضو بعد ربع ساعة تقريبا يعني سبع دقايق وممكن افتحها اقلبها اه سبع دقايق تانين وممكن مقلبها بس ما تخدش اكتر من اتناشر دقيقة لخمستاشر دقيقة نريز اقواريكو بتحسط والطبقة الكريسبي يعني متماسكة كده وقوية اه وطعمها زي ما بقولكو البقسمات واخد من طعم الفلي نفسه اه شارب منها بيبقى طعم هو كمان مميز جدا بصوا الطبقة اه متماسكة ازاي وبجد جميل لازم تجربوها تعالوا بقى نشوف اه في الفرن معانا اللي كانوا في الفرن اخبارهم ايه دلوقتي اهم بصوا الزيت بقى نزل في الصنية من تحت بصوا الزيت كان هيوقعه هو تحت طبعا كان المفروض الافضل ان احط الصنية سيليكون في اه صنية تانية اه الامونيوم او حاجة علشان خاطر ما فيش حاجة تقع من اه من الصنية يعني سيليكون دي على الفرن بس بصوا انا طلعتها هنا اهي وبردو الاكولاف بتاعها ماسك فيها طبعا دي تروح على طول على المية سخنة وتضغسل على طول عشان ده ما يعلمش فيها اه زي ما انتم شايفين بقى قدمه معاكم دلوقتي الفليه ده كمان اللي طالع من الفرن ده بردو جميل بس زي ما بقولوكم الفرن لازم بقى سخن جدا قبل ما دخل اه البنيه وإلا بقى التغريفة بتاعته دي هتقع يعني بقصمته هيقع من عليه لو دخلناه الفرن بارد جميلة جدا برضو بالطعم المميز بتاعها انا نفسي اوي اوي اتجربوا التدبيلة بتاعة البني دي واتغيروا من التدبيلات التقيدية بتاعة البنيه علشان نتحسوا بتجديد في الاكل اللي انه بيفرق جدا جدا في الطعم وفي النفسية الاكل من اسباب السعادة فحتى لو بنعمل بنيه مكارونا ممكن نعملوا بطريقة مميزة ودي المكارونا وصاصة بتاعتها اللي عملناها في حلقة تخزين الخضار آآ لما عملنا السلسة بالبنجر ومتلكوا ساعتها ما تستخدموش فيها في المكارونا بس انا جربتها مع المكارونا ولاقيتها حلوة لاني المرة دي مزودتش البنجر اوي هسيب لكم اللينك بتاعها في الدائرة البيضة اللي فوق وكمان في الفيديوهات المقترحة في اخر الفيديو هتلاقوا حلقة تخزين الخضار اللي عملنا فيها حاجات مفيدة وصحية تنفعنا طول الشتاء وخلاص كده انا وردين عملت معاكم البنية والمكارونا وخلصت الحلقة بتاعتنا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ولسه ما اشتركش في القناة يشتركوا يفعل الجرس عشان يوصلكم كل افكارنا وفيديوهاتنا ولايك وشير لو اعجبكم الفيديو وبالفه انا